اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويتشكل السقيع والجليد بحول الله المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول تراجع فرص الأمطار واستقرار تدريجي على الأجواء وموجة جليد وانجماد ليلة السبت بإن الله نستعرض تفاصيل هذه الموجة باستعراض هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لها المرتفع الجوي السيبيري يمتد من العراق والأراضي السورية باتجاه عموم منطقة بلاد الشام يدفع بكتلة هوائية باردة سطحية تعمل عن انخفاض كبيرة على درجات الحرارة باتزامن مع هبوب لرياح شرقية جافة في عموم المناطق تنخفض درجات الحرارة ليلا إلا ما دون الصفر المئوي في عموم مناطق المملكة لتشكل السقيع والإنجما لذلك ينبه الأخوة المزارعين وأيضا المواطنين باتخاذ كافة بالاحتراز واخذ كافة الاحتياطات لتفادي أي أضرار لا سمح الله في مثل هذه الظروف الجوية ننتقل الآن ويكون خرارة توزيع درجات الحرارة السطحية والمزيد من التفاصيل حول الأجواء الباردة المتوقعة ليلة السبت على الأحد هذه درجات حرارة ليلة السبت على الأحد حيث تتدفق رياح شبادية شرقية إلى شرقية بالتزامن مع امتداد لأن مرتفع الجوية السيبيري تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعة الليل لكن خلال ساعات النهار ترتفع قليلا درجات الحرارة التي تكون أقل من معدلاتها مثلها للوقت العام لكن ليست بدرجة البرود التي عشناها خلال الأيام الماضية لكن التحذير الجدي سيكون ليلة السبت على الأحد مع توقعات بنيتشكل الجريد والإنجيمات في الطرقات وبالتالي يرجى توقيع صدرجات الحيطة والحذر توقعات الجوية للعاصمة عاما خلال هذه الليلة تبقى بقايا الحال أو الكتلة الهوائية الرطبة فرصة لزخات من الأمطار درجتين مئويتين من مستصفر الرطبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلات السرعة توقعات الجوية للثلاثة أيام القادمة يوم السبت 8 درجات مئوية بحرارة العظم تنخفض ليلا لدرجة واحدة تحت الصفر مع فرصة تشكل السقيع والإنجيمات يوم الأحد ترتفع درجات الحرارة بميلة تقص الاستقرار 9 درجات مئوية أما الصغرى 4 درجات يوم الأثنين المزيد من الارتفاع 11 درجة مئوية لكن الليلة تنخفض إلى 5 درجات مئوية مع فرصة لزخات متفرقة من المطر إلى أن تنتهي نشرتنا للقاء اشتركوا في القناة